ترجمة نانسي قنقر 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 أندي وجود Recently أعطاب نانسي قنقر عندما تكرaro تع Leon هكذا مطاوعة وشيوخ الدين انا انتقد فئة منهم مو كلهم انا شلون انتقد مثل المطاوعة وانا استشهد فيهم مايصير فانا انتقد فئة فايشي اتكلم عنه انا اقصد فئة معينة والذكي يعرف انا اي فئة اقصد بس كل ما انزل موضوع يطلعوا لي ناس مثلا لما نزلت موضوع لا تحجز البنت يعني لا تحجز بنتك حق ولا ادعمها غصب يطلعوا لي ناس يقولون هاضي اشياء قديمة واندثرت وما عندنا لا يا حبيبي موجودة اي واحد لما طلع تكلمت عن ان في ابو ولا اخو يمنع النظرة الشرعية لبنتي اللي بتتزوج قالوا لي لا وانقاعد هاضي اشياء جاهلية لا يا حبيبي موجودة وبكثرة لا تصوروا لي ان احنا عايشين مجتمع ملائكي شحلات الزينة لا 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 عندنا بلاوي سودي في تعليقات تتكرر من بعد كل فيديو يقولون عني انا تربية حريم اول شي هاضي الكلمة غلط الواحد يتشرف ان يكون تربية حريم وكلنا تربية حريم وين العيب انك انت متربي على ايد مرأة شنو امك مو مرأة؟ طبعا هم يقولونها كتصغير ان انت مو متربي على المرجلة انت متربي على ايد مرأة وهذه يعني سامحوني على الكلمة اللي بقولها يعني حيوانة اللي قولت شذي هذا انسان حيوان احنا كلنا متربي وانحنا طالعين وقبل ان نطلع على الدنيا تسعتشر بطن هالمرأة اللي تقول عنها تربية مرأة فعيب هالكلمة ان قالوا وانا اتشرف ان انا تربية مرأة واتشرف بموي فالطوم ازي انا عندي مشكلة في البدو والحضر عندي مشكلة ان في وايد ناس على بالهم ان كل البدو متخلفين غبي رجعي وهذا الكلام مو صحيح في عندنا يعني طيارين قضاءات مثقفين ادباء ناس يعني عندنا مخترعين عندنا ناس تدرس عندنا ناس اذكياء عباقرة وبالجهة المقابلة في عندنا ناس يقولون ان الحضر متفتحين ما يغارون اهاليهم لا مو صحيح الحضر محافظين وبشكل مو طبيعي فيه ناس تقول ان والله الشيعة فيهم خبث لا مو صحيح احنا معشرين شيعة رفيج وابوي نروح بالروح الله يرحمه بيت المسول وانا متربي في بيت دشتي من اجمل الناس وفيه ناس بالشيعة يقولون ان السن داعش يبون قتلنا متشددين مو صحيح مو صحيح فكل واحد فينا دوي يحضر شيعي سني ترى احنا احنا يعني فينا الكلب وفينا الزين فينا الحقير وفينا الوصخ فينا المحترم وفينا الغير محترم موضوع الحلال والحرام انا عندي مشكلة فيه ومشكلة عويصة يعني انا قبل قبل حرموا التصوير والصور فقاموا الناس اللي يتبعون المطاوعة عمياني شقيقوا صورهم وذكريات العرس وصور الطفولة بعدين اطلعت فتوى قالت لا اللي قال هذه الفتوى اجتهد واخطأ مو شقيقوا صورهم وراحد ذكرياتهم وشلون عليهم مو شغلي فانا عندي مشكلة بهالموضوع انا ما احب اتبع اي فتوى الا لما اسمع من واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست مو مثل السعد عندنا انه عندنا علامة اثنين ثلاثة وشم تلميذ وبعدهم خلاص ماكوا احد لا المجتهدين وايد والمفتين وايد بشرط انك ما تتبع مزاجك وهواك بس المحرمات بالقرآن واضحة الزنا اكل لحم الخنزير حقوق الوالدين الربا واضحين الاشياء الثانية عليها خلاف ولابد انك تحترم هذا الخلاف الناس تقول لي من انت اللي تفتي انا ما افتي انا اسمع من الناس دارسين وفاهمين واطبق على اساس ادلتهم مو عمياني عندي لك موضوع حلاقة اللحية بالموس والله انا عندي اراعة خاف اقولها اذا بحوني بالشارع هل تؤيد ان البنت تدرس استوب انا عندي وفي مجتمعي وفي وايد بناس عندهم البنت عيب تدرس عيب تشتغل دكتورة عيب تشتغل مهندسة حرام الدش البترول ومكان مختلط هذا كلها اكس اكس في عهد الرسول كانوا يشتغلون وتاجرون ويروحون انا مع الدراسة البنت بشكل انتم ما تخيلوني يعني عمل المرأة صار عليه صار عليه مشاكل بيني وبين الناس وايد انا بوجهة نظري افضل كتاب قريته بجاوبة بس دقيقة اجاب على الموضوع بس ستجل سؤالك عشان لعنسا افضل كتاب وجهة نظري بموضوع عمل المرأة وحتى بعد اضيفوا اياها سفر المرأة بدون محرم اه يعني لما سلعت الفتاوى كلها اكتشفت ان الناس خايفين من المرأة لما يقول لك سفر المرأة بدون محرم حرام والسبب ان يمكن يصبح فيه تأخير بالطيارة وليكن واذا صار تأخير نص ساعة ولا ساعتين بالطيارة تذهب مرة الستاربوكس قهوة وترجع الطيارة يقول لك واذا حصل هبوط اضطراري في دولة اخرى ماذا تفعل؟ ماذا تضيع؟ الهبوط الاضطراري لا يصير بالصحراء يصير بمطار تنزل وتطير مرة ثانية انت وخايفين منها كان المرأة عندكم مكلبتة وتخافون ان اي فرصة لها تصير وتنحاش منكم لا حبيبي لا المرأة اذا معطيها حقها ومحترمها وحاشمها والله لو ادقيتها وين؟ طبعا هذا مونات انك تدقيتها لا سفر انت انا كتبك بيس ان اللي طافت والحقتني زوجتي واقولها وما عندي مشكلة لان انا عارف زوجتي وانطلها بالمطار انا استقبلها ماهي المشكلة؟ يمكن تقعد يوم واحد لا لا تقول حق المزيفة وتقعدها يوم واحدة ما مو قضية يعني لا تسوون السالفة شحك شوي حسنًا أول ما نولد وعمارنا مجرد دقائق تنكتب شهادة الميلاد الديانة مسلم انت خترت؟ لا انت ما خترت كلنا مسلمين بالوراثة أنا ما بيكون مسلم بالوراثة أنا بي أبحث في الدين علشان أحب ديني من قلب أني بيكون مسلم مقتناء ما بيكون مسلم أروح أصلي طنطنطن وأسافر وأخربط أروح أصلي وأرجع البيت أطق مرتي أروح أصلي وأروح أخونها ما أبي أكون مسلم كذي أبي أكون مسلم باقتناء أبي أبحث أبي أقرأ لا تبحث بالدين هذا طريقه الألحاد لا حبيبي الدين ما يخرق انت وخرعتوا الناس من الدين لا تبحث لا كذا اسمع كلام الشيخ واتبعه لا حبيبي اسمع كلام الشيخ ولا تنتقد لا حبيبي أنا لي حق أنتقد هذا الشيخ لا منا مو معصوم مو نبي ممكن يخطئ ودامنا ممكن يخطئ أنا لي حق أفكر من بعده شنو يعني قطها براس عالم واطلع سالم شنو يعني شنو شنو يعني أنا ما بقطها براس عالم بقطها براسي أنا وأفكر فيها لأن الموضوع هذا بطبق على نفسي على بيتي على زوجتي على عيالي على أهلي على أي أساس قطها براس عالم واطلع سالم لا حبيبي لا مو صحيح إلا لما نعرف شنو فيه راسي عندنا بالكويت مشكلة أي واحد ها يطلق اللحية ويقصر تشداشته شكام يسمونه يسمونه هلب الشيخ لا أنت مو شيخ يمكن هذا مينون يمكن هذا شاب يمكن هذا عنده أفكار إرهابية ومتشددة داخل كنت ادى عيالي نباشا بستين داهية إذا قتلهم طبعا أنتوا عافين من أن تقصر في العلامة والعلامة يعني اتنين ثلاثة وشم تلميذ لهم إذا قتلهم يا جماعة الخير في المسألة الفلانية الازهر الشريف قال قال لك ها الازهر الشريف يتبع الهوى كلها سواك لها يتبع الهوى إذا قتلهم يجلي يا جماعة الشيخ صالح المغامسي قال قال لك ها هذا إنسان صوفي وله أغلاط كثيرة على أساس ما ما يغلطون يعني إذا قلت لهم الشيخ الله يرحمه محمد متولي الشعراوي قالوا لك ها ها هذا قبوري وفقير في السنة إذا قلت لهم حمد سنان لما قال رضايا في الأصنان قال لك لا 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 هذا أشعري وليس تلميذ يعني يشتغون يعني شنسوي يعني بس انتوا ما يصير جماعة الخير ليش تهول الواحد طلعوا فوق وإذا ما شتهوا دعسوا يقول لكم كلمة مشهورة يقول لك كيف تسأل واحد غير متخصص بالدين إذا أنت بطنك عورك تروح لك الدكتور متخصص ولا أي واحد تردون عليه بأسرع وقت ممكن تقولوا له الدين ليس بمهنة ورجل الدين مو موظف الدين حق الكل لا تشبه الدين بالمهنة انت شريء وايد نزلت من قيمة الدين الدين مو وظيفة لا لا الدين أنا 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 إنسان عادي أقدر أبحث فيه لا تشبه للدين في مهنة وإذا أنت مبطون أين تذهب يعني صايدني أنا ما أرضى أنك تشبه ديني بمهنة يا جاهل يا تافه بالله هذا الموضوع نرفزني أنا وعليكم السلام دكتوري تأخرت يا دكتورة الله يا هدات أنا بحفظ البث ولازم تشوفينه لأنه فيه كلام إليتش حسنا حسنا تقريباً راح أسكر البث يعني أنا قلت اللي عندي وإن شاء الله ما يكون بث ثقيل عليكم وأول مرة أتكلم في أشياء حساسة حيل وإن شاء الله تكونون مستوعبينها وإنتوا عقلاء يعني ما سويت ولي فولو إلا يا دكتورة أنا عندي تصوير فيديو الحين ما يصير ما يصحش كده تعال شوف المكتب مرة واحدة طبعاً هني المطبخ هني أصور كل شيء وهني أكتب المواضع الأسبوعية والمواضع اللي تطلع بحزتها ممنوع ممنوع الأخت ممنوع الأختلاط يا أختها أختها الذئاب البشرية في كل مكان إحذري إحذري من الشارع إحذري من المطعم إحذري من أخوك إحذري من أبوك أختها 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 يجب أن تجلسي في المنزل ولا تذهبي لأي مكان لماذا؟ لأنك كالدر المكنونة كالدر المكنونة يجب أن لا تخرجي والتظلي داخل المحارة للأسف عندنا في المدارس وصور المدرسة والمحول يعني رسمات تلوى على تشد واحدة واقفة وتحتها نار نعم شاورمة دياي نايف ماذا يعني تحتها نار؟ أي امرأة استعطرت فهي زانية ماذا؟ ماذا؟ رعب؟ أنت وصفتوا هلوين أنا ضد هذه الرسومات أنا ضدها وهذا بعد غير قبل قبل تليفون هذا الباندي وتحتها نار البلوتوث احذروا البلوتوث ماذا؟ ماذا؟ موضوع أن فيديو كل يوم يمع قاعد يتعبني لأنه ساعات أنا دومي شفتات ساعات ما ما قدر ما قدر فإذا تسمحون أنه يمكن بالأسبوع نزل ثلاث فيديوهات يمكن بالأسبوع فيديو يمكن كل أسبوعين فيديو على حسب شل الموجود يعني في شيء سواء أنزل ما أكو شيء سواء أنزل وهنا ينتهي البث وإلى اللقاء شرطيكم جميعاً مع السلام نزل ثم أحبيت شكراً هذا البزير